ومع اقتراب انطلاق سباق الفورميلوان أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إقامة منطقة خاصة بها في مطار البحرين الدولي يستقبل فيها فريق الهيئة السياحة الوافدين لتعريفهم بالمقاصد السياحية وأيضا الفعاليات الترفيهية التي تضمها البحرين وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع الحملة الترويجية التي أطلقتها هيئة السياحة تحت عنوان مارس في البحرين وتزامنا مع انطلاق عدد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تنظمها إضافة إلى قرب انطلاق سباق الفورميلوان من جانبه قال الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة إن فريقا متخصصا ومدربا من كوادر الهيئة سيكون موجودا في المنطقة الجديدة المشارع إليها في مطار البحرين الدولي ليتولى مهمة استقبال السياح والإجابة على أسئلتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة وأضاف قائدي أن المنطقة الخاصة بالهيئة ستراعي فيها أو تراع فيها أفضل التصاميم التي تعكس تنوع وغنى القطاع السياحي في البحرين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر